وللحديث عن آثار الجانب الاقتصادي للاستفتاء الشعبي التركي ينضم إلينا عبر الهاتف المتخصص في شؤون العقار سليمان الجاسم استاذ سليمان هناك استثمارات كبيرة في تركيا سيما الخليجية منها ما مصير هذه الاستثمارات بعد التحول لنظام رئاسي؟ أشكركم مختي سميرة على الاستضافة في البداية طبعا الاستقرار السياسي يؤدي عادة إلى الازدهار بمعنى أن الاقتصاد لا يتبع الديمقراطية سواء كانت بالاتجاه المزيد من الديمقراطية أو نقصان الديمقراطية بل يتبع الاستقرار وإن كانت عادة الديمقراطية تؤدي إلى الاستقرار المتوقع أن يكون في استقرار على الأقل في السنتين الأولتين لغاية الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا راح يكون لها تأثير معكات إيجابي أكيد على العقار والاستثمار فيها طيب استاذ سليمان هل ستتأثر أسعار العقار والشقق بعد هذا الاستفتاء؟ طبعا المفروض يعني توقعنا وأملنا أنها تتأثر إيجابا أولا التأثير الأول راح يكون مدفوع بتأثير الليرة أو سعر صارتها مقابل الدولار اللي فعليا يعني من أول يوم بدأ فيه لتأثير ومتوقع أن يكون فيه لتأثير وأن كان محدود لو على الأقل يعني يوقف الانخفاضها بدل من استمرارها بالانخفاض ويكون فيه ارتفاع طفيف فهذا أكيد راح يأثر على أسعار العقار ومن ناحية أخرى استقرار الليرة سيشجع استثمارات جديدة سواء من داخل تركيا أو من خارجها منما ينعكس مرة ثانية على الأسعار العقار وهل سينعكس ذلك أيضا على العلاقة التجارية المشتركة بين تركيا والكويت؟ بلا شك أنا أعتقد أن زيارة سمو الأمير لتركيا الأخيرة كان لها دلالات واضحة يعني يفترض أن يكون يزيد التعاون على المستوى الحكومي والتعاون بين الشركات الحكومية والجهات الرسمية ولكن أيضا الاستثمار على مستوى الشركات والأفراد الكويتيين في تركيا ما يستهان فيه والخبرات التركية في مجالات عدة من أهمها طبعا المقاولات دخولهم على مشروع مطار الكويت الجديد الترمن الجديد يعني هذا كلها مؤشرات لكن للأسف الفكرة اللي فاتت مرينا في مطبات في العلاقة بالذات في موضوع العقار ما بين تركيا والكويت صار في عدد من الصفقات اللي ما كانت مئة بالمئة نظيفة أو قانونية بشكل سليم ما أثر على تقتل بعض الأفراد الكويت في السوق التركي واللي نأمل أن ننتلافها بالفكرة إذن سيؤثر هذا أيضا على الحركة السياحية في تركيا؟ بطبيعة الحال أنا يعني ما أملك معلومات كاملة لكن هناك عشرات الآلاف من الشخص مملوكة للكويتيين في تركيا أكيد أغلبها في اسطنبول في مدينة كوشداتي في أكثر من مثلا 3000 عقار مملوك لكويتي وفي مثلا مدينة طبانجة أكثر من 1500 عقار مملوك لكويتي فاليوم عشرات الآلاف من الكويتيين ينتظرون فقط الاستقرار الأمني والاقتصادي حتى يعودون لهذه الشقة التي شرواها بهدف السياحة فأتوقع أن نرى الضهار بالصيف هذا يعني يعوض عن الصيف الماضي الكثاب الذي شكناه بالصيف الزرد نعم المتخصص في شؤون العقار لسياد سليمان الجاسم شكرا جزيلا لك